بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث اليوم عن الجار عن الجار وكيف يجب أن نتعامل معه في رمضان قال تعالى والجار ذي القربة وقال رسول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصين بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وقال صلى الله عليه وسلم كذلك لا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره بوائقه وقال صلى الله عليه وسلم كذلك إن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره يقول المسيح عليه السلام من لا يحب جاره لم يعرف الله أيها الإخوة أياتها الأخوات ونحن نتحدث عن الجار لا بد أن ندرك أننا نعيش في غير ديار الإسلام وأننا نعيش مع جيران غير مسلمين وقد يكونوا مسلمين منهم الصائم ومنهم المفثر ومنهم أصلا من لا يصوم لذا يجب علينا أن نتعامل بأولا بأريحية مع الجميع وأن ندرك حقيقة واحدة أننا لسنا قضاة على الناس وإنما رسل خير ومحبة وسلام يجب علينا أيها الأحبة ونحن نعيش هذه الأجواء الرمضانية أن ندرك حقيقة واحدة ونكرسها ونشد عليها بالنواجد أننا نعيش في مجتمع متعدد الأعراق والثقفات والأديان من المسلم ومن المسيح ومن اليهود ومن من يتبع الصابع ومن الآشور ومن الكلدان ومن الأزيد ومن من لا يؤمن بدين وإنما بأديولوجية وثقافة فعلينا أولا أن ننشر الإبتسامة وتبسمك في وجه أخيك صدقة ثانيا أن لا نجعل من الصيام وسيلة لممارسة العنف اللفظي أو التكشير أو العبوس في وجوه الناس أن نحاول أن نقدم الوجه الحسن عن ديننا وعن رمضان من خلال إتقان العمل إن الله يحب إذا أحدكم عملا أن يتقنه نريد في رمضان أن نكون وسيلة للتواصل والابتسامة والعمل الجاد والإتقان وعدم النرفزة أو الغضب ومحاولة إظهار رمضان على أنه وسيلة للإبداع والتجديد والتغيير لا طريقا للكسل والخمول والتضييع الواجبات وهدر الأوقات إننا في مجتمع يؤمن بالعمل وبالإتقان فليكن شعارنا هو الإتقان في كل شيء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه إذا عمل أحدنا عملا أن يتقنه فيجب أن نتقن أعمالنا كما يجب أن نتعلم أن لا نؤذي جيراننا سواء برفع الأصوات ليلا أو بالجلبة في الاجتماع أو حتى عند آداء الصلاة في أوساط الحارات والمساكن والمصليات إننا بحاجة إلى أن ندعو جيراننا إلى بيوتنا لماذا؟ لا ليفطروا معنا ليعرفوا هذا الجانب الاجتماعي فيكون هناك اتصال وتواصل واندماج وتعريف بثقافتنا لماذا لا تكون بيوتنا مفتوحة لجيراننا حتى يعرفوا ما معنى رمضان ما معنى الصيام ما معنى أن تجتمع العائلة على مائدة واحدة ما معنى أن تجتمع العائلة في وقت محدد في لحظة محددة لتتناول الأكل لا يتجاوز أحدهم ذلك الوقت المحدد ما أحوجنا إلى أن نبين من خلال الكلمة الطيبة والكتيب الصغير أو الإخبار أو الموقع الذي يمكن من خلاله أن نصل إلى جارنا لنعيش سواء بخلال كلمة سواء في مجتمع متعدد الأعراق والأديان والثقافات فلكم مني السلام كل السلام والله هو السلام فالسلام اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر